أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أجي من لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه يبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا الحديث يسفى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أجهم أحسن وعملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة من لدوك رحمة وهجئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سينين عددا ثم بعثناهم لنعلم أج الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلها لقد قلنا إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بج فمن أظلم ممن افطرى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأذوا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهدئ لكم ويهدئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم